اهلا وسلم بكم انا معتز زهاني ودي قناة كتب والسينما هنتكلم عن الحلقات من الاولى لحد العشرة يعني النص الاولى من المسم السادس من المسلسل العظيم طبعا واحد من افضل المسلسلات على الاطلاق في العالم طبعا الحلقة هتكون حرق 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 كامل فلو مشوفتش الحلقات لان احنا يعني الجزء الجاي يمكن من اول كلمة هحرق اخر حتة في الحلقة العشرة لاني عايز اخش في الموضوع على طول فالسؤال اللي شاغل للناس كلها هو يعني الملك بيورن يا ترى عايش ولا مات فده سؤال اجابته خلاص فيها حرق يعني للعشر حلقات بالكامل وبعد كده هنخش فيه تفاصيل العمل في لقاء مع كاتب العمل قال لأ يعني بيورن ما ماتش على حاجة زي ما كنا شفنا في المعرقة الرهيبة الاخيرة في الحلقة العشرة قال لأ ما ماتش والحلقة الحداشر على حد تعبيره قال جملة قوية جدا بيقول لك ايه بقى هنا بيقول لك ان ويعني بدأ بقى يكمل وبيقول انها تبقى حلقة مفاجأة جدا وحلقة يعني هتخليك متفاجئ بشكل كبير جدا احنا عرفنا خلاص ان بيورن يعني ما ماتش ولا حاجة دي ما عددتش بقى ايه محتاجة شرح او كده ولكن الحتة التانية قال فلوكي عايش ولا لأ فلوكي لقز كبير في المسلسل طبعا مش وراء القضايا معينة ايمانية وكان مؤمن به اشياء معينة واليها معينة ويعني خد معاه الناس اللي امنت بالموضوع وبعد كده طبعا حصلت الانقلابات على بعضه والكلام ده ولكن شفنا موضوع البركان كما طلع والكهف اللي هو كان فيه والسخور اللي وقعت فكله بيسأل يا طرف لوكي عايش ولا ميت اهو ده سؤال محير اكتر من السؤال بتاع بيورن بيورن خلاص احنا عرفنا لا ما ماتش هيزهر تاني يمكن في الحلقة احداش ولكن في لوكي يعني حسب مقالات كتير زي ما تقول النسبة خمسين خمسين بس يقول لأ خلاص دوره انتهى ومات ونسبة لأ طبعا يكون ليه عودة قوية فدي لسه نقطة مش معروفة اوي طبعا بيبدأ المسلسل او المسم السادس يعني بان خلاص بقى يعني بيورن واخوه في معانا اوبا وفيتسيرك هما دخلوا بقى وطردوا المجنون طبعا ايفر بيورن وعدوا من الحكمة يكون مختلف وان احنا بقى هنركز على حاجات تانية ونكون بقى يعني ايه مركز للتجارة والحكمة معايا هيكون مختلف ليه بقى بيقول الكلام ده لان ايفر كان خلاص نصب نفسه كاله مش كحاكم بالفعل النصر رفسه كاله ويعني مش بس اله كتعبير مجازي لأ ده بشكل رسمي وقال طبعا اه يعني حبيبته بقى كان انت حكت عليه ومش عارف ايه وقيت له المولود ده هيكون منك انت اصلا اله وتقدر تخلف ومش عارف ايه وطبعا ما شفنا ان هو قتل ابنه ولكن يعني هي وهمته بالكلام ده وحطته في منصب الاله وقالته ده اللي هي ايه هيخليك في الحكم اكتر وخلاص وعمل الاحتفالات وده هنوشه وكل حاجة انا يا جماعة اله من نسل الاله بيقول ان زي ما تعودنا بيبقى ليه قرارات خاطئة بيبقى ليه احكام خاطئة هو يعني شخصية مش مسيطرة على كتير من الامور فنفى الحراس او المجموعة المحيطة بقى بالحرس القديم والحكم القديم بتاع ايفر طبعا ده كان من الحاجات الغلط اللي هو عملها في ويعني عمل حاجات غلط كتير في معارج امليكاتي وطبعا اه ايفر هرب ووصل بقى يعني شفنا بقى الرحلة بتاعته وشفنا بقى الحيوانات اللي قاعد يمسكها والتعبين اللي كانت ماشي على ايده والكلام ده في الرحلة الطويلة في سلك رود لحد ما وصل لفين بقى هنا اه امير كيف هو اسمه طبعا الامير ده بقى شخصية هستيرية مجنونة مهوسة زي بالزبط ايفر هما الاتنين مع بعض بيكونوا مجموعة ويعني بيكون الفكرة ان هما يرجعوا تاني ويرطيحوا بعرش كاتيكات ويمسك تاني طبعا ايفر خلاص يعني حس كده ان هو مش هيرجع يمسك تاني وان اوليج ده هو ههمه الهيمنة على كل شيء فالامير اوليج المجنون ده والمحوظ بالسيطرة امير كيف هو اتل كمان اخوه وفي الطفل يعني تحت السن اسمه ايجور ده المفروض ان هو بقى تحت السن وهو الوريس الشرعي المفروض لكيف الروسية تحت الحكم الروسي فهما يعني فهو اتل اخوه واصبح هو اللي مسك الموضوع وكمان اخوه التاني دير هو عزبه بقى وحبسه في مكان وعمله زي الكلاب بالزبط فهنا بقى بنشوف ان يعني الفكرة والزكاء ايفر مش سهل ايفر بدأ بقى يلعب على النقطة دي يروح لدير وقول له انا هحررك ويعني هخرجك من تحت اللي بيعمله فيك ومش عارف ايه وطبعا بيوعيده بقى بانه هيعمله كل حاجة والكلام ده هو بيخطط لحاجة تانية مع دير لجارسة بقى زي ما شفنا رجع بقى لحياة المزارع وعايزة بقى خلاص تدفن السيف وبطل بقى المعارك والكتال والكلام ده كله وعايزة تستقر في حياتها وشفنا كتل رجع تاني مع يعني فلوكي لسه زي ما قلنا مصيره مجهول بينما كتل يعني رجع تاني بالسفينة وقبله قوبة. شفنا كمان الزكاء الرهيب من الكنك اولف لما يعني اه بيورن اه يعني تعاون مع هارلد يعني تعاون مع هم الاثنين عشان ضد الملك اولف ولكن طبعا يعني اصطادوا بقى في المية وبدأ يطلق الاسهم النارية عليهم في المية وفي نفس الوقت كان ماشا جميل جدا انو كان عمال يقول مقولات بقى وحكم وحكم ويتكلم على نهاية الزمان ومش عارف ايه شخصية غريبة جدا ويعني ليه اعتقادات وحاجات راصخة جواه غير باقي الشخصيات. وقل ملك هارلد طبعا كان يعني مت بهدل والف معزبه والكلام ده ولكن فجأة بنشوف ان اولف بيعمل حاجة بيجيب هارلد وبيورن وبيقعدهم بقولوا انا خلاص انا عايزين بقى ننصب ايه ملك للنرويج كلها. وبيحصل بقى الاجتماع المشهد الجميل اللي كان في المية كده كل بقى الناس والملوك كوم عشان هيعمله ملك كبير على النرويج وطبعا بيورن كان فاكر ان هو هياخد الموضوع وهياخد المنصب ولكن يعني بالتعاون اه هارلد مع كتل كان فيه خيانات وحاجات وتحالفات فالمهم ان هارلد هو اللي مسك الملك الكبير. فيه لجارسة فيه الموضوع? يعني لجارسة شخصية طبعا مهما قالت ان انا مش هبطل قتال او هعمل حاجة زي كده. للاسف برضو بتضطر القتال ان بيهاجمها وبتاع طرق ويخشوا عليها. وبتبدأ بقى تجند للناس اللي معاها في المكان وقوات نسائية ومش عارف ايه عشان يصدوا العدوان. فنفس الوقت شفنا ان فقط عقله. خلاص بدأ كل حاجة شايف فيها يعني متعقد من حاسس ان هو موجود وحواليه في كل مكان. وفي نفس الوقت بينجح فيه تهريب دير بالفعل. وكده بقى فيه رد جميل من دير اللي هو هربوا من ايفر خلاص كده فيه جميل. خد بالك دي هيكون في الحلقات الجاية هيكون دور مهمة جدا في القسم التاني او العشر حلقات اللي باقيين. اه يعني احنا دلت في العشر الاولانين في لسه النص التاني من الموسم السادس هيكون بقى يا طرح هيكون رد الجميل ازاي من دير لآيفر. وطبعا من اروع الحلقات الحلقة السبعة كان فيها ابداع عظيم جدا مشهد بقى يعني التكريم الرهيب لشخصية عظيمة زي الجارسة هيمكن يعني دورها كان آآ خلاص من مواسم اللي فات او من الموسم ده يعني دورها اقل طبعا عن الاول كانت في معارك ضخمة كانت يعني حتى في المسم اللي فاتت حربت في في المسم اللي فاتت حربت في انجلترا والكلام ده كان لها برضو يعني شوية قوة وتقل في المواسم السادس من اهش تقل قوي ولكن طبعا شخصية عظيمة على مر المواسم اللي فاتت وكفاءة انها زوجة راجنر يعني بطل العظيم. فالمهم ان هي يعني خلاص بقى ايه? اتقتلت على ايد. اه المجنون يعني خلاص بقى بيشاف كل حاجة غلاص. بيقول يعني اعترفه قال ان هو قتلها ولكن كان شايفها ان هي ايفر. كانوا بالليل بقى وكده وهي طلع عليه وهي اصلا كانت مجروحة والكلام ده وفيها دم ومش عارف ايه. هو شافها كمان وكمل عليها بالسيف. والحلقة السابعة تبقى من اقوى الحلقات بس بصريا يعني فيها ابهار فيها والمنظر وهي تحت المية وحواليها بقى الحصينة والتكريم والسفينة والنار اللي حواليها يعني تكريم الشخصية كانت مهمة جدا في كل المواسم السابقة. ومن اربع مشاهدة كمان حزن يعني بيورن يعني بيورن انت من اعظم الشخصيات اللي شفتك كان حزين جدا هو وقوبة على طبعا لجارسة ولكن بيورن كان حزين جدا وبيبكي ودعا لجارسة المقاطلة العظيمة اعظم شخصية عرفتها. طبعا مشهد كمان رائع رائع جدا وهو بيضرب بالاقلام ده من اقوى احسن مشاهدة اللي عجبتني شخصيا وهو بيضرب بالالم وشايفه بقى يعني بيهزقوا بيبهدلوا ازاي تعمل حاجة زي كده ومش هيبقى ليك عزر حتى لو انت مجنون وشارب وشايفها ان هي برضو لازم اولع فيك. ولكن قرار غلط تاني بيعملوا بيورن كان عادة كرارات كتيرة وغلط بيعملوا بقى بيسيب بيقول لقى بعد ما خلاص كان هيولع فيه فجأة يروح رامي حاجة ويقطع الحبل يقول لقى انا هنفيك. طبعا النفي ده مشكلة ما انت كده بتقوله كانه بتقوله روح تاني وارجع تعاون مع ايفر والاسف ده اللي حصل. وبعد كده في الحالات الاخيرة اصبح الموضوع كله التهديد الروسي الخطير الجيش الذي لا يقهر قوليج يستعرض قواته وعايز يهجم بشكل موسع على والنرويج كلها. مش بس يعني عايز يهجم على كل حاجة وعايز ياخد الطرطة كلها. بدأ يتكلم كمان ان هو بقول لها دمر الاليها بتاعتهم ومش عارف ايه ويعني بدأ يتكلم كمان الموضوع مش بس السياسي طبعا في المسلسل كله عموما مش بس السياسي ولكن ليه منحة ديني صراع ما بين المسيحية والوسانية. طبعا الملك اولف كان بيكلم هارلد اللي بقى يعني ملك هارلد بقى خلاص ام يعني مبهور بالحكم وعايز بقى يسيطر اكتر ومش عارف ايه فاولف بيقول له كلمة عقل كده اسمع للراجل اللي جاي لك من طرف بيورن وبيقول له يعني ايه احنا في خطر رهيب انت مش مقدر الخطر الرهيب اللي احنا كلنا فيه من الروس. هو مش عايز يسمع بيقول له لأ مش هاسمعك انا مش هتعاون تاني مع بيورن بيورن ده مهزوم بيورن ده مش عارف ايه ولا يعني الغرور بدأ يتملك من هارلد. وقوبة طبعا زي ما شفنا بقى راح في رحلته الاستكشافية وموضوع ايسلندا والكلام ده هو غاوي للاستكشاف والرحلات. من اغرب المشاهد كمان والدول على شخصية بيورن ان هو بيتجوز من اه واحدة خادمة لزوجته كل همه في الموضوع ده وزوجته اصلا يعني اه حامل وطبعا الحمل اه سقط زي ما شفنا وبدأت بقى يعني تعتذر ان كنت هجيب لك الولد ومش عارف ايه وحزن رهيب غمرها بسبب وشفنا المشهد برضو الرهيب وهي مسكة الحجارة وبتدفن الولد يعني او بتدفن بشكل رمزي كده الحجارة وحزن غامر طبعا حصلنا. المشهد اللي في الحلقة العشرة اللي هو الحوار ما بين ايفر وبيورن هم قاعدين كده على شط البحر ده تخيلي يعني اه ما لا ما اظن ان هو مشهد تخيلي لانهم بيبدأوا يكلموا بعض انا هزمك لا الاليها معايا لا الاليها تخلت عنك والحوار والمعركة الكلامية اللي هي دارت بينهم وبنشوف في الاخر بيورن المفروض ان هو زي ما قلنا بيتقتل وده كان طالع ان هو ما تتلش على حاجة. كل المفاجأة القوية قادمة في الحلقات القادمة من حداشر وانت طالع بقى زي ما المؤلف قال. زي ما شفنا كمان هوس اه ايفر بشبيهة زوجته اللي هي كانت مع وكل ما شوفها يفتكر بقى زوجته الهوس اللي كان بيحصل له. فالمثلسل كان في احداث مهمة كتير ولكن انا من رأيي ان من احسن الحلقات لحلقة سبعة في ناس ممكن تشوفها مملة فيها تطويل بس لا هي تكريم شخصية يعني حلقة دي كلها معمولة كده لتكريم شخصية الجرسة والشخصية العظيمة اللي احنا شفناها على مدار المواسم اللي فاتت المقاتلة البارعة. هيكون اه يعني طموح كبير ودور كبير جدا في الجزء التاني من الموسم السادس حلقات العشر التانيين اه هيكون هو الاخ المهم وزي ما هو بيخون الكل من المحتمل ان هو هيخون ايفر وهيبقى ليه شأن كبير ويمكن بقى يعني هو عارف كمان الخطة اللي كان اه بيقول اه يعني اللي هو ايه ما بينهم يعني تعاون وكده فعارف ان فيه تعاون ما بين ده وده. فأظن ان هيكون ليه شأن كبير وكمان لو عاد هيعود بشكل قوي جدا ومش هيرحم حد وايفر هيفضل في الموضوع بقى بتاع تعاونه مع ولكن المعركة هتخلص على ايه الختامية دي وايه مصير النرويج بشكل كامل ده اللي هنشوفه فيه النص التاني. اظن يعني لو اللي قلنا النسبة خمسين خمسين فأتوقع برضو ان فلوكلي هيرجع وهيكون ليه شأن فيه المعارك وتصميم السفن تاني ويرجع تاني للموضوع ده. ويمكن بقى يسيبوا بقى من مواضيع القضايا الايمانية اللي شاغلا دي واللي لحست عقله في فتراته الاخيرة. طبعا المعارك كانت جميلة جدا والتصوير كالعادة عظيم وبيعجبني من اكتر الشخصيات بتعجبني شخصية بورين وطبعا ايفر ده بالنسبة لي رقم واحد بعد بقى ايه راجنر يعني راجنر طبعا هو رقم واحد لكن ايفر عبقري ومجرم يعني هو وقليج لاتنين مجانين. واشوفكم على خير ان شاء الله في الحلقة القادمة ومع السلامة.